اشتركوا في القناة من حاجاتهم الى العون القانوني والسياسي لانسعادة حقوقهم من جانبه اكد الزعيم علي عبدالله صالح انه غادر السلطة طواعية وبشكل سلبي حرصا على دماء اليمنيين وترك مسؤولية تقديم التعويضات والمعالجات لمن تسلموا السلطة من بعده وابدى رئيس المؤتمر الشعبي العام تعاطفه ومؤازرته لشباب داعيا الهيئة الوزارية المؤتمرية الى مؤازرتهم وتقديم العون الى هما واكدا ان المؤتمر الشعبي العام سيقدم كل اشكال الدعم والعون القانوني لشباب من خلال تكليف عدد من المحامين لكشف اسرار الهجوم على مجلس الوزراء ومبنى الاذاعة بهدف احتلالهما وكشف من يقف وراءه ويمثل لقاء الشباب مع زعيم المبادرة الاولى من شباب الساحة المستقلين لتقديم الاعتذار بعد تراجع قيادات سياسية وانسحاب الكثير من القيادات الشبابية والثقافية وما يسمى بالمؤتمر الوطني من الساحات اشتركوا في القناة